يعقوب رسالة عملية بولوس تتكلم عن الإيمان بدون أعمال والرسول يعقوب تتكلم عن دور الإيمان والأعمال أنا عاوز أسألك عنه في هذا الصدد ده شيء مهم جدا وعملي جدا يا أسيس نزار لأنه في ناس تقول لك أنا ما أقدرش أروح لربنا زي مانا دلوقتي أنا لازم أحسن حياتي شوية وبعدين أروح لربنا طبعا ده كلام مش صحيح ومش مصبوط لأن الرب عايزني كما أنا ومستعد يغفر خطايا كما أنا الإيمان والأعمال هم يعني وجهين لعملة وحدة بمعنى أن الإيمان هو الأساس في علاقتي مع الله لما ببتدي بالإيمان بيدخل في روح الله وبيساعدني أني أعمل الأعمال اللي تمجد الله لكن الناس اللي بتقول عندها الإيمان الميت ده أنه هو يقول أنا عندي إيمان لكن ما عنديش أعمال ده إنسان مش بيقدم الحق ليه لأن الإيمان ده لازم يطلع له ثمرة لازم يكون له نتائج ما ينفعش يكون مجرد نظريات في مخي فدور الأعمال هو ثمر للإيمان ما أقدرش أحسن أعمالي فالإيمان ييجي بعديها ما يجيش دي يعني ما أقدرش أبتدي بالأعمال الحسنة وبعدين يجيني الإيمان لا والسؤال كم من الأعمال التي ترضي الله والسؤال الثاني متى أعلم أن أعمالي وصلت لنقطة أو لدرجة أن أرضيت الله بالزبط بالزبط عارف في مثال قيين وهبيل بنجد معنى جميل أوي الرب لما بعد آدم وحواء ما أخطأوا وألبسهم أقمصة من جلد صنع الزبيحة وعرفهم بالتواتر بالشفاه أنه لازم عشان تقترب إليه يتقدم زبيحة قيين أدم من ثمار الأرض من أحسن ما عنده لكن الأرض دي ملعونة فكل الأعمال اللي بيطلعها أعمال ملعونة فبتكون النتيجة أن الرب لم يقبل هذه الزبيحة هبيل بالإيمان قدم زبيحة أفضل هو أقدمها بإيه؟ بالإيمان اللي مبني على معرفة من آدم وحواء أنه عشان أقترب إلى الله لازم تكون في زبيحة وهو صدق كده ونفذ كده عشان كده الرب قبل لكن اللي عايز يبتدي زي قيين ويحط ثمار مجهوده ويقول يا رب شوف أنا جدع قد إيه أنا طلعت الثمار دي كلها وبقدمها لك رب هيرفض هذه التخدمة عشان كده بيقول لنا بيحذرنا أن احنا نبعد عن طريق قيين ده طريق الأعمال الميتة لكن احنا عايزين أعمال حية هنشوف دلوقتي أنواعنا لأنه كمان في ملايين من الناس عم تشتغل في كأنه سلم بالضبط بتحاول تحسن حياتها وكأنه القضية ميزان ومننسى طبيعة الله وصفات الله القدوس وإن حافظ كل النموس وعثرة في واحدة فقد صار مجرما في الكل ملعون من لا يثبت فيما هو مكتوب بالضبط فإذن يعني مش عملية تحسين لا لأن درجة النجاح 100% فمحدش بيجيبها على طول